بسم الله الرحمن الرحيم أرباً يهدد وجوده ويجعله عاجزاً عن تحقيق الأهداف التي تأسس من أجلها ومنها الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين وحقوق الإنسان إذ نشهد اليوم سوابق تخرق فيها المواثيق والأعراف الدولية كافة ويتم تحييد المؤسسات الدولية المفترض بها أن تساهم في إدارة العلاقات الدولية وتنظيمها بما يعزز السلم والاستقرار ويرتقي بالعلاقات الإنسانية بعيداً عن العنف والتعامل الوحشي وجرى تجاهل مبادئ مهمة مثل السيادة والسلامة الأقليمية والتعاون المتعدد وقوانين الحرب والقوانين الإنسانية والقانون الدولي الإنساني ومسؤولية الحماية وحق تقرير المصير وأصبح العالم يدفع دفعاً إلى مواجهات وصراعات شاملة بينما يقف مجلس الأمن الدولي عاجزاً بلا دور ومع غياب هذه المسؤولية قد يجر اللجوء إلى آلياتٍ بديلة وتجاهل هذه المؤسسات ينذر بعودة العلاقات الدولية إلى حالة الفوضة في ذات الوقت علينا أن لا ننسى الإشادة ببعض المواقف الشجاعة لبعض الشخصيات التي تترأس هذه المؤسسات الأممية ومنهم الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس إلا أننا نرى وبوضوح وبالرغم من المجهودات الكبيرة غياب التأثير الفعال أن إيقاف ما يحدث في فلسطين والمنطقة من انتهاكات هو مسؤولية الجميع وبالدرجة الأساس مجلس الأمن الذي فشل في تحقيق أهم أهدافه وهي الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفي فلسطين المحتلة اليوم نحن إزاء شعب يتعرض إلى اعتداء من قوة عسكرية محتلة تهجر الملايين بلا رادع وتقتل الآلاف ويجري الحديث علناً عن تجويع جماعي لإبادة هذا الشعب وعن استخدام أسلحة نووية للقضاء عليه من قبل مسؤولين كبار في الكيان المحتل دون أي إجراءات رادعة ولم يلتزم المجتمع الدولي أو أي من أعضائه بمسؤولية الحماية الواجبة عليهم وفق القانون الدولي حرم الشعب الفلسطيني من حق العيش بكرامة في دولة كباقي الشعوب وسط عجزٍ عالميٍ معيب بل يجري تمكين المجرمين من التمادي والإيغالي وتوسيع الصراع والهجوم على الآخرين من خلال دعمهم وضمان إفلاتهم المتكرر من العقاب وكما شهدنا المزيد من الاستهتار الذي جعل القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن مجرد حبرٍ على ورق في سلسلة اعتداءاتٍ على دول المنطقة واحتلال الأراضي وضمها وتغيير الحدود الدولية باستخدام القوة وبالضد من قرارات مجلس الأمن الدولي وهي سوابقٌ خطيرةٌ تهدد النظام الدولي برمته وتضرب عماد المؤسسات الدولية ما يرتب آثارًا وخيمةً على الإنسانية الجمعاء وإمعانًا في التطرف يستدل الإحتلال بقرار مجلس الأمن رقم 1701 كذريعةٍ للعدوان على لبنان ويختار هذا القرار وبعضًا من بنوده بشكلٍ انتقائي في حين يتجاهل القرارات العديدة والمبادئ التي لا تقبل الجدل في القانون الدولي الصادرة عن مجلس الأمن من ضمنها القرارات مائتان واثنان واربعون مائتان وستةٌ واربعون مائتان واثنان وخمسون مائتان وخمسةٌ وستون مائتان وسبعةٌ وتسعون ونشهد حملةً وحشيةً للقتل العشوائي واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ التفجيرات عن بعد دون اكتراثٍ للمدنيين العزل في سابقةٍ خطيرة تؤشر مدى تورط حكومة الاحتلال وانغماسها في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يقف العراق اليوم بشعبه وحكومته وبتوجيهات المرجعية الدينية العليا مع لبنان وشعبه الشقيق وهو يواجه صفحةً جديدةً من العدوان الوحشي المبيت الساعي إلى أغراق المنطقة بالصراعات وهو ما سبق أن حذرنا منه وسنمضي بتقديم كل مساعدةٍ ممكنةٍ لتجاوز آثار هذه الاعتداءات موقفنا هذا مبنيٌ على تاريخٍ من الترابط وثباتٍ عراقي معروفٍ يرفض العدوان والاحتلال ويرفض سلب حق الشعوب في أرضها وتراثها ومقدساتها ويدين مكررًا أي دعمٍ دولي أو تسويغٍ لمنطلقات المحتدي كما نسجل الاستهداف الممنهج المستمر للوكالات الدولية والمنظمات الإغاثية في الأراضي المحتلة والجرأة في إلحاق الأذى بأفرادها ومنها وكالات الأمم المتحدة بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين القنروا في غزة التي من المفترض أن تكون محميةً بموجب القانون الدولي وأود التذكير بأن هذه التعديات لا تعطل العمل الإنساني فحسب بل تنتهك أيضًا المعايير الدولية التي تحمل مدنيين والقائمين على تقديم المساعدة في مناطق الصراء أن هذه التحركات الأخيرة للاحتلال تبتغي تهديد استقرار بلدان المنطقة عبر إشعال حربًا إقليميةً واسعة النطاق وأن العراق بصفته عضواً مؤسسًا للأمم المتحدة يأمل بأن تحقق هذه المؤسسة الأهداف التي تأسست من أجلها في حفظ السلم والأمن وتجنيب العالم مخاطر الحروب والمآسي التي ضاقها على مرض التاريخ اسمح لنا أن نُعبر عن خيبة أملنا إزاء عدم نجاح مجلس الأمن والمنظومة الدولية في الوفاء بواجباته السيدات والسادة نلاحظ زيادةً كبيرةً في جرائم الكراهية والتعصب التي تؤثر على أمننا واستقرارنا ونحن بأمس الحاجة إلى التعاون الدولي من أجل إشاعة روح التسامح والاحترام المتبادل ومكافحة خطاب الكراهية والتمهيز والعنف الذي هو في تزايدٌ مضطردٍ حول العالم حيث نرى أن أحد أوجه خطاب الكراهية البارز هو تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تُقوُّض الجهود العالمية لإحتحقيق السلام والأمن والتعايش وتهيُّؤ الأجواء لهجماتٍ تستهدُف قيمنا الاجتماعية والأخلاقية التي هي جزءٌ من وجودنا الإنساني ولذلك أدعو الأمم المتحدة إلى بل جهودٍ أكبر لتعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان المختلفة وأؤكد على ضرورة تعزيز الوحدة والوئام في مواجهة الاستقطاب المتزايد مع التأكيد على ضرورة وقوف قادة الدول ورؤساء المؤسسات الدولية ضدَّ التعصُّب الديني والكراهية أصحاب السيادة أما في العراق وعلى النقيض مما تقدَّم فهناك تطوراتٌ طيبة فالبلد الذي احتلَّ داعشُ في الثأراضيه وكان الكثير من المراقبين يرى بأنها كانت نهاية العراق الذي نعرفه اليوم وبعد عشرة عوام يشهد تنفيذ خطةٍ شاملةٍ للإعمار والتنمية وإعادة الحياة إلى المدن وترتفع المباني العالية والبنى التحتية ويعمُّ الأمان ولا زال أمامنا الكثير من التحديات الأساسية في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والبيئية وتنويع الإقتصاد ولقد خطونا خطواتٍ كبيرةٍ في مجال تحقيق الأمن وحقَّقنا انتصارًا على الإرهاب وقريباً سنتوج هذا الانتصار على هذا التنظيم الإرهابي بإعلانٍ مشتركٍ ومهم مع حلفائنا وأصدقائنا الذين وقفوا إلى جانب العراق وساندوه ضد عدوٍ وحشي شكَّل خطرًا على العالم أجمع وتنصبُ جهودنا على تعزيز العملية الديموقراطية في العراق والعمل على ترسيخ العقد الاجتماعي والتلاحم الوطني وفق ما اختاره شعبنا في دستوره الدائم لعام 2005 حيث قد نظمنا انتخابات مجالس المحافظات والتي كانت معطلةً منذ عشر سنوات وبعد أن تعرقل تنظيمها في كاركوك منذ عام 2005 والآن بصدد تنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق وجهودنا مستمرة في تعزيز علاقة الحكومة الاتحادية بحكومة الإقليم وبالحكومات المحلية في المحافظات وفق ما رسمه الدستور والقانون وحماية وجود الأقليات والأطياف المتآخية وتأمين احتياجاتهم حيث أن من بين أولوياتنا هو إشاعة العدل والحفاظ على التنوع في بلدنا الذي نعده من أهم ثرواتنا سيداتي سادتي أن أولويات هذه الحكومة خمس توفير فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفقر ومكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تسعى الحكومة العراقية إلى إعادة تأهيل الموارد البشرية اللازمة وأنجزت خطوات واسعة في بناء مؤسسات الدولة وفرض سلطة القانون كما تسعى إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومعالجة الترهل الإداري وتنويع مصادر الدخل وإصلاح القطاع المصرفي والمالي وإدارة التحول في مجال الطاقة ومعالجة أسباب الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية وبالتالي السياسية حيث يشكل هذا التحول بالنسبة للعراق أمراً معقداً بسبب التحدي الهيكل الإقتصادي المتمثل بالاعتماد على القطاع العام في استيعاب القوى العاملة واستهلاك مداخيل النفط في دفع رواتب الملايين من الموظفين فإن التحدي المزدوج الذي يواجه العراق هو الاعتماد المفرط على مداخيل النفط وتحجيم قدرته على التنويع الاقتصادي وجاء هذا نتيجة عقود من الحروب والحصار الاقتصادي وسياسات النظام الدكتاتوري الاقتصادية العبثية وبعض جوانب سوء التقدير والإدارة فيما بعد وهدر الموارد البشرية والمادية القابلة للتنمية كما أن الحوكمة ومكافحة الفساد وإنجاز التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية من أبرز أولوياتنا بوصفها أهم استراتيجيات الحد من الفساد والحكم الرشيد ولكننا ننتظر من المجتمع الدولي دعم جهودنا في استرداد الأموال المنهوبة التي هي حق للعراق وإنهاء العقبات القانونية والتشريعية التي تضعها بعض الدول في سبيل توفير ملاذ آمن لأموال الفساد مثل السرية المصرفية ومنع الكشف عن المالكين المنتفعين للمساعدة في التهرب من المحاسبة السيدات السادة إن العراق يسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار الأقليمي عن طريق إيجاد سبل للشراكات البناءة لمواجهة التحديات المشتركة من خلال التعاون بين الأطراف المشاركة وزيادة الاعتمادية التبادلية بطريقة تصب في مصلحة الجميع ونخطط لطرح مبادرات تعفس التكامل الاقتصادي والاستقرار الأقليمي في المنطقة وعلى رأسها مشروع طريق التنمية الذي يهدف إلى تحويل العراق إلى مرتكزٍ أقليمي رئيسي للتجارة والمواصلات وربط الشرق الأوسط في أوروبا عبر العراق باستخدام شبكةٍ من السكك الحديدية والطرق السريعة والمدن الصناعية وربط ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق بأوروبا عن طريق دولٍ في المنطقة يمثل هذا المشروع أهم خطوات تعزيز التعاون والتكامل الاقليمي ويتماشى مع أهداف العراق الأوسع في إعادة بناء الاقتصاد وتحسين الخدمات السيدات والسادة يواجه العراق تحدياتٍ بيئيةٍ جسيمة نتيجةً للتغيير المناخي والتصحر وهي تحدياتٌ لا يمكن التصدي لها بدون تعزيز التعاون الدولي إذ يؤدي التصحر وانكشاف الغطاء النباتي إلى نزوح الملايين بحثاً عن الاستقرار الأمر الذي يفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية إننا ندعو إلى التكاتف الدولي لمواجهة التحديات البيئية والعمل على زيادة الوعي بأهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية التي تعتبر قضيةً محوريةً بالنسبة للعراق كما أن هذا التحدي يتطلب الالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة والعادلة بين الدول إذ يواجه تحدياتٍ وجوديةٍ تتعلَّق بنخصٍ حادٍ في الموارد المائية بما يهدد الزراعة وينعكس سلبًا على الإقتصاد ويهدد حياة الملايين من العراقيين ومن هنا فإن الحكومة تتولئ أولويةً قصوى لهذه الملفات وتعمل بالتعاون مع دول الجوار للوصول إلى حلولٍ مستدامةٍ وسياساتٍ للتعامل مع هذه المؤثرات أخيراً أود أن أعرف عن امتنان العميق للأمم المتحدة على الدعم الذي قدمته للعراق خلال العقدين الماضيين ونحن نتطلع إلى مرحلةٍ جديدةٍ من التعاون مع الأمم المتحدة في العراق ستبدأ بنهاية عام 2025 ونأمل أن يكون ذلك إيذانًا ببداية حقبةٍ جديدةٍ مليئةٍ بالاستقرار والازدهار لشعبنا وصفحةٍ جديدة من صفحات الشراكة مع الأمم المتحدة ونحن نعمل بجد لبناء مستقبلٍ أفضل لجيالنا القادمة ونتطلع إلى استمرار الشراكة مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك أن اختيار العراق لرئاسة مجموعة السبع وسبعين والصين لعام 2025 يعدُّ انتصاراً للدماسية العراقية المنتجة والساعية إلى تحقيق أهداف التنمية وردم الفجوة التكنولوجية بين دول الشمال ودول الجنوب وتحقيق التكامل وإصلاح المنظومة الاقتصادية الدولية ونتطلع خلال رئاستنا لأكبر مجموعةٍ دوليةٍ تنظوي في عضويتها مئة وأربعة وثلاثين دولةً للعمل نحو عالمًا أكثر استقرارًا وعدالةً تتفاعل وتتوفر فيه فرص التنمية لشعوب العالم كافة وفي الختام أن سياستنا تضع العراق وشعبه وأمنه وسيادته وإزدهاره أولًا ونمضي بكل ثقة في محو آثارٍ ماضي بما فيه من حروبٍ ودكتاتوريةٍ وإرهاب مثل ما نمضي في إعمار العراق ووضعه في مكانته الأقليمية والدولية التي يستحقها بجدارة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته